موضوع الماء والكهرباء موضوع الماء والكهرباء نتسألنا مع المسؤولين مع المجموعة الفاعلين أعزو هذه المسألة الارتفاع الفواتير الماء والكهرباء أعزو هذه الغلاء البترول على علة أن نحن تنجوها من البترول تنجوها من السودود الحمد لله أنها كانت سياسة قبلية اللي خلت المغرب في هذه الفترة على الأقل على الأقل ما عاناش من العطش ومن نوع المجموعة هذه المحطات قلت هذا منذ سنة 2015 ونحن كنادي وعلى أساس رأى الفواتير غالية ونحن نعرف هذا منذ سنة 2010 إلى حدود سنة 2015 عرف هذا القطاع التفويت تام ما زال بعد المدن قليلة لما تفوت فيها القطاع قبل 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 قليل ووكالات تجارية تضيير هانية المكتب الوطني تضيير هانية المكتب الوطني تضيير المتدبير المفوض ونحن نعرف ومنه يوجد تطلع المنطوج المعين كلما تطلع الفاتورة في أي مجال، لا في مجال الماء والكهرباء ولا في مجال المواد الغذائية ولا في أي مجال من يتيت الدخل الوسيط تترتابع الفاتورة تترتابع التكلفة هذا القطع الماء والكهرباء في دول أخرى مثلاً مثل الفرنسا الذي نأخذه نموذج لا تتعطى شيء لشركة التدبير المفوض مباشرة من المنتج إلى المستهلك لأنه مادة حيوية ومادة أساسية لحياة المستهلك لكي لا يكون شيء هذا الذي يطالع بزاف تتأخذ الدولة على أساس أنه قطاع الذي يتدبر من طرف الدولة نفسها ومن طرف القطاع المسؤول نفسه ومن طرف القطاع الماء والكهرباء في الآونة الأخرى أعرف تفوي التام من طرف شركات التدبير المفوض وهذه الشركات يريد أن تكون شركات مغربية شركات أجنابية أولا تزاد التسعير على المستهلك وتانيا تتخلص هذه الشركات التي يتدبر من تدبير المفوض أجنبي وتانيا تتخلص بالعملة وتعطيه الزوم من صنيديق على أين رجعوا للجائحة لأن هذا استثناء هذا استثناء وطني واستثناء عالمي هذا استثناء تهدو كل الدول أخذ التدابير لازمة على أساس لكي المواطن أو لكي المستهلك ديالها على الأقل إلى ما حابد شيء على المستوى دياله على الأقل أنه يبقى في واحد النفو في واحد المستوى مثلا على مستوى الدولة كما قلت اللي تنخده نموذج فرنسا فرنسا تم إعفاء لمواطنين من ثلاثة ديال الأشهر للكون في المواطن تماما 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 أنا جاي أنا جاي أنا جاي لأنه نجد نتعطيهم نجد المعامل في القرارات نجدهم باسميته وفرنسا نجدهم باسمتهم نجدهم باسمتهم في فرنسا لأقل لا نتعطي فرنسا باستثناء باستثناء من الضواج بالإيجابيات كما قلت لا نجد أوروبا من الدول لإعفاء المواطنين من السهلاك والكهرباء والغاز لأن أحتلغاز عندهم هما تدول إفريقيا القابون ومجموعة الدول أعفاء أفريقيا أعفاء المواطنين من الفترة من الجائحة من السهلاك حاجة أخرى اللي بغيت أرجع لها وأساسية ولازم أن نطرق لها في هذه الحلقة هذه هو أنه هذا المكتب دي الماء والكهرباء مني أعرفت أنا مني أعقلت وهذا المكتب هو ديفي سيتار ومفليس مع ممور للمكتب الوطني كان عنده إنتاج وخلق واحد دينامية في واحد المجال أخر ولا على المستوى الجماعي ولا على الأقل أنه يدير واحد المبادرة اللي هي لازمة هذه ما يمكن شيء هو أنه يتم توزيع الفترة للسهلاك على الطبقات كان الطبق كان الطبق تبارك الله الميسورة وكان الطبق المتوسطة وكان الطبق الهشة على أقل تقدير هنا الطبق الهشة اللي ما عندها لها ولا قوة لها على الأقل أنها تتعفى من هذه المسائلة أو تدير لها أو تدير لها فوترة خاصة بها كذلك الطبق المتوسطة لكي لا نسوها لأن الطبق المتوسطة راية ركزة اللي تتعتمد عليها الطبق الهشة لكي تنمى البلاد وكي تتحرك البلاد إذن في ظل هذه الظروف أننا تخلص بحل طالب معاشو بحل تخلص الإنسان الميسور لكي لا نحدد شيء بحل تخلص إنسان الميسور وهذا يجحف نحن في إطار الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دائما من يبدأ الفترة الجائحة ونحن نطالب بإعفاء طبق الهشة من فواتير استهلاق الماء والكهرباء هذا كان مطلب أساسي وما زلت نطالب به ونبقى نطالب به إذا تحقت منه شيء آمن سنكون محدودين ما تحقت شيء سيكون مسجلنا في صحيفة سنطالبنا به أنا أعطيكم واحد المسألة ترى تعير بسيطة عيد الأضحى وتعرفوا المشاكل عيد الأضحى والخصص التي تحتاجه من الماء ومجموعة نهارا عيد الأضحى مجموعة من المدن عاشت طيلة اليوم بدون ماء بما فيها مدن تدبرها الشركة تدبير المفوض نحن كمجمع مدني حماية المستهلك نحن نطالب بإرجاع تسير هذا القطع للحكومة يسير المكتب الوطني مام هل تخلت هذه الشركة الموطنية؟ هل تتخلت وكذلك لا تتخلت هل تتخلت وكالغلاء لأن هذه الشركة تدخلت لكي تدير مجموعة المتيازات المستهلك في حين أنها لا تتخلت لأنها تنشوف في الويدان الحارين مخنوقين تنشوف في المام مقطوع تنشوف في الضومة تقطع بدون انضار مسبق تنشوف في مجموعة الحويج التي تتطر تدبير المفوض لكي تستطيع المواطن لكي تريح المواطن في طالب لا يوجد هذا المتياز لا يوجد إذا فضيل غياب هذه المتياز وفضيل الغلاء الفاتورة نحن كمجتمع مدني لحماية المستهلك نطالب يتسير هذا القطاع الوصيح له النقطة الثانية لأن هذه الشركات لم يفادتنا بحاجة لا يوجد شيء مضافة لإضافتها لا يوجد شيء فقط لأن هناك أخر وهي المهمة وخاصة المستهلك من هذه المنبر يعرفها وهو أن هذه العدادات من السهلاك للمولا الكهرباء يجب أن يتراقب كل ثلاثة سنوات أو كل سنتين من نهار الذي يركب العداد لا يتراقب كل العداد لأنه 50 أو 40 سنة لا يمكن شيء قانونيا لا يمكن لأن لم ترد المشكل التقنيي لا لا نعالج المشكل التقنيي لأن المشكل المباشر مع المستهلك ونزل المشكل الاجتماعي لا بالنسبة المشكل التقنيي نطالب وزارة في إطار الجامعة المغربية لحق المستهلك ونطالب وزارة الوصية وهي وزارة صناعة وتجارة أنها وكانت دارت واحد الوعود على أساس أنها ستدار مراقبة هذه العدادات هذه الماء والكهرباء ولكن لحد الساعة بقي ما كان شيء وهذا لازم الوزارة ستقوم به لأنه داخل في إطار القانون كذلك الجانب الذي ستطرقه له جانب موازي لهذا الجانب التقني وهو الجانب الاجتماعي أنا شركات معمرني شفت واحد تظاهرة ريادية أو واحد تظاهرة الجماعية مثلا طلب المتوفوقين أو المعويزين أو الطبقة الهشة أو واحد المجموعة ذي الناس الملزم على هذه الشركات أنها تقوم بواحد الأنشطة لهم ولا بواحد الدعم لهم ولا هذا ما تبت ذلك وهو أطلق أي شركات تراث من الأرباح والمستهلك رأى آخر آخر حلقة في المنظومة سيركو كاميرا المستهلك مع العلم أن رأى مستهلك هو الذي قائم عليه كل شيء هو التي تتربع من هذا الشركة والتي تستهلك ذلك ونحن قالبين المفهوم نحن يقول لك نحن وفرنا لكم الماء وفرنا لكم الضو بالعكس المستهلك هو الحلقة القوية في هذه البنيوية المستهلك هو المبني عليه كل شيء أنا بالنسبة لي تنطلق من نفسي كمستهلك مغربي وتنطلق من الشكاية التي تتورد علينا يوميا وعلى الجميع الجمعية التي تغطي التراب الوطني لحماية المستهلك وكذلك الجمعية الوطنية لحقوق المستهلك نحن بطبيعة الحل يجب أن نرفع الورقة الحمراء في وجهة الشركات لماذا؟ لأن الشركات جاءت قانون تفويت وقانون تدبير المفوض وجب قانون ولكن سأجاب واحد دفتار تحملات وعلى الأقل تحترم دفتار تحملات ونزيد جانب أخرى لا يوجد قطع الماء والكهرباء لأن هذه الشركات تتشرف كذلك على قطع النظافة لأن هذه الشركات تفويت الماء والكهرباء وهذه الشركات تتشرف كذلك ونحن كبلاد لأن نرى في إطار القتداء والإطار الدور التي كان سبق بات risk هذا هو قطع حيوي يجب أن يتواجد رقائق لأن هذا قطاع تشرف عليه الحكومة وتشرف عليه القطاع الواسي مع مراعة الفوتارة تشرف الدخل الفرد لا يشيل استهلاك بحل ما يصور شيء بحل واحد يصور 20 مليون 15 مليون أو جوج مليون أو ثلاثة أو هذا في الشهر بحل بحل في استهلاك بحل 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 قبل ما تخرجوا لا تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروجام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي